وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 623 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 223 طن مواد غذائية في مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 155 طن وفي مجال أعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 68 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 903 قضايا من بينها 334 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال دبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 36 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 364 طن ترجمة نانسي قنقر